يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأحد بلغ أكثر من مليون ومئتي ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئتي ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم 973 ألفا و859 شخصا